تابع اليوم سباجيتي بسوس الجامباري والمكونات اللي مطلوبة هنا 12 جامباريية متأشرة فصين توم متأشارين معلقتين خل واحد معلقة زيت زتون واحد فص توم مفروم ربعمائة جرام من سوس الطماطم وملح وفلفل وشطة نشفة حسب الرغبة دلوقتي هاوريكم ازاي نقشر الجامباري انا بمسك وبحط ايدي على راسها ومن اليد التانية من عند بطنها وببتدي اقشر القش انا هسيب الراس مش هقشرها لان الراس هي اللي هتدي الطعم كله للسوس الـ 12 جامباريية دولة ممكن يأكلوا من 3 ل 4 تنفار على حسب طبعا الرغبة سايفين انا سايبة الديل والراس زي ما هي وبسكينة بشؤ ضهرها وبطلع المصارين اللي جواها وبحطها في طبق عشان الطبق دوت انا هتبل فيه بالملح والفلفل وفصين الطوم اللي هقسمهم بالنص وقسمهم يتبلوا شوية كل لما يتبل الجامباري يعني أتليس ساعة بس كل ما يبقى فيه وقت اكتر هو متبل بيبقى طعمه احلى وبكمل الكمية كلها بنفس الطريقة زي ما قلت لكم بقشر لكن بسيب الراس دايما بعد ما خلصت تنظيف الجامباري فصين الطوم اللي كانوا عندي أنا أسمتهم بالنص فهحطهم وكمان هحط عليهم الفلفل وكمان الملح وعشان دوت طبعا التدبيل اللي هسيبها شوية فيها وحبه صويرين قوي من الزيت الزيتون طبعا وكمان الخل وهقلبهم واسبهم في التلاجة دلوقتي هبتدي أطبخ الجامباري بعد ما سبته بتاع ساعة ونصف التلاجة فيه طاصة هحط معلقة زيت زيتون وفص الطوم المفروم وأول ما يلونه هروح حط عليه فلفل نيشف شطة يعني بس ده على حسب الرغبة لو ما تحبوش ما تحطوش دلوقتي أول ما همرت الشطة والطوم هبتدي أحط الجامباري بحاول أحط بشويش عشان مش عايزة الفصلين الطوم اللي هما كانوا محطوطين في وقت التدبيل ينزلوا لأن أنا فرمت قردي وحمرت الفصل الطوم اللي الوحدي كان هما برضو وقعوا بس أنا هشلهم بعد كده دلوقتي شلتهم وحسيبهم وهديهم تقليبة يستوي وأول ما الجامباري خاد لون حطيت صلصة الطماطم وكمان هزوضها طبعا بشوية ميا لأن دي عصير مركز في نفس الوقت اللي الصوص بتحضر فيه حضرت ميا بتغلي أول ما غليت بحط شوية ملح عشان أحدق الميا وبعدين هحط السباجاتي طبعا مش هاقصرها ده نمبر فايف لأن هنا حطى السباجاتي ليه أرقام أول ما هحس إنها بتدبل شوية هبتدي أزق بالشوكا عشان كله يستوي في نفس الوقت والسوس تقريبا خلص والسوس مع بعض وطبعا احنا بنزود بمية السلي علشان بيبقى فيها نشا من الباستا فبتخلي السوس كمان تخين وبكده السوس والباستا كمل سواهم وهبتدي أغرف في الاتباق وبفكركم إن تحت الفيديو على الديسكريبشن لو دستوا عليه هتلاقوا المكونات وشرح الطريقة وأتمنى إنكم تجربوها وإن شاء الله هتعجبكم وما تنسوش إلا ما عملش سبسكريبشن إنه يعمل وكمان تعملوا شير وأشوفكم في فيديوهات تانية من كارمن في إيطاليا شكرا